اشتركوا في القناة اطلاق مبادرة مستدامة لذوي الدخل المحدود ولكن عندهم امكانيات مرتفعة من خلال مهارات في التطريز مهارات في الحلاقة مهارات في عمل الطبيق البيتي فكان هناك تعاون مع وزارة التنمية المجتمعية وبرنامج تمكين من خلال الوزارة بحيث تم تخصيص مبلغ من قبل بنك القدس لمستفدين من هذه المبادرة المبادرة التي تأتي بمناسبة اليوم العالمي للاحد من الفقر وبالشراكة مع وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي مكنت العائلات المستفيدة من الدعم من بناء وتعزيز مشاريعها الصغيرة وتطويرها اليوم نحن ببنك القدس نشكرهم كمان على نوع من المسؤولية الاجتماعية اللي دخلوا فينا ومولونا بعض مشاريع التمكين الاقتصاد بعد الحالات المستهدفة في مسارة التنمية الاجتماعية من نورهم أرب شكر وأكتر شي اليوم عن جدي بفرح الواحد أن يشوف في ناس إدرت فعلا بفضل مبلغ مالي بسيط وبفضل مواهبها البسيطة بالفترة إدرت تطلع من فعلا بالتطبيع عملي من الاحتياج للإنتاج مبادرة فرجة تمثل نموذج مميز في الشراكي ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل تمكين الفئات الفقيرة وتوجيه مصادر المسؤولية الاجتماعية إلى مسار مكافحة الفقر في فلسطين ومعروف أن الفقر في فلسطين موجود وبنسب عالي ويوجد عائلات وخصوصا العائلات التي ترأسها نساء بحاجة إلى فرصة وفي إطار مسؤوليات بنك القدس المجتمعية استطاعت فرجات من نقل العائلات من حالة الاحتياج إلى الإنتاج وبعضها تمكن من تصدير منتجاته وتشغيل عدد من أفراد الأسرة فيها